بحل الكدس الإله الواحد أمين. عنوانا النهاردة هلما نرجع تبوت عهد إلهنا. دي كلمات داود النبي في صفر الأخبار الأيام الأول أصحى 13. بس قبل ما نتكلم في كده نشوف أصلا التبوت راح فين عشان نرجع. هلما أسبوع اللي فات كلمنا هلما نبني هيكل إلهنا أو أبني هيكلي. جوغية هيكل متضمر، علاقاتنا مثل أخبطة، مشاكلنا تزيد، مشاكل جوه البيت بين الزوج والزوجة والأولاد والأب والأم، ونلقى الهم على أن ربنا ما عملش صلينا وما سمعناش. النهاردة داود النبي يعلمنا درس أن التبوت سيرجع أو يجب أن التبوت سيرجع، يرجع بحسب ما هو مرسوم، كما سنسمع بعد قليل، تعالوا نفتح مع بعض اللي معنا إنجيل، سمويد الأول أصحاح 4، نشوف التبوت الأول راح فين، وراح ليه؟ تبوت العهد اسمه تبوت عهد الله، اللي يقرأ فينا سفر الخروج أصحاح 15، آسف 25، يا ربنا بيقوله هذا المكان الذي هنتقابل فيه مع بعض، وهنعمل عهد عشان كان اسمه تبوت العهد، أيه العهد يا رب اللي بيننا وبينك؟ يقول لنا كده، العهد أنا أقدم لكم حماية وبركة، نحن نعمل يا رب تعيشوا قداسة وتوبة، الله يفضل أمين إلى الأبد، كما يقول الكتاب، لكن هناك ناس رفض القداسة والتوبة، ونقول له ليه يا رب تعمل كده، هو ما عملش حاجة، كل حكاة أنه رفع إيده فالحماية راحت، يقول لنا كده لو جاي النهاردة وشايف أن البيت ما تخبط، ومحتاج حماية، يبقى دي دعوة النهاردة لدينا وكلنا، تبوت عهد إلهنا كان حضوره يوعى للنصرة، حصل كده مع يشوع ومع موسى في حروب كثيرة جداً، لكن نأتي هنا في صمويل الأول، أصحاح أربعة، الشعب عايش عدم قداسة، وكان السبب الأساسي إيه؟ عالي الكاهن، أولاده كانوا بيعملوا الخطيئة جوه هيك لله، وهم فاكرون كده من زمان أن القصة تقول اللي يجيب هيك تبوت عهد الله ينتصر، ودي حقيقة، لكن هل اسمه تبوت إيه؟ تبوت العهد، في نصرة لما يكون فيه توبة وخداسة، لما يكون فيه عدم توبة وعدم قداسة، للأسف بنغيب، اليهود، شعب الله، بيحربوا الفلسطينيين، اتغلبوا صحة أربعة عدد ثلاثة، فقال الشيوخ إسرائيل، لماذا قسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين؟ لنأخذ لأنفسنا من شلو تبيض عهد الرب، ربنا سمح أننا نتغلب، لكي نحن مش مقدسين، هتعملوا إيه؟ هنزغل العين ربنا، هنجيب له تبوت العهد، ونخليه نصرنا غزباً عنه، ليس سيحصل، كثير قوي نجي الكنيسة، عايزين نرشى الله، نرشى بإيه؟ حكي لك مرتين، ولا مرة، ولا حدي مبلغ معين، لا يوجد فلوس، هتتوب؟ هتتوبي؟ لا، الله ليس بيترشي، الناس دول في يوميها قالوا أننا نعرفين، الذي يجلب التبوت، ينتصر، لأن الله يسألني أنت في العهد، لكي يكون تبوت عهد، والعهد للأسف كان عليهم في هذه المرة، يكمل يقول لنا، جابوا تبوت العهد، فأرسل الشعب إلى شلو، وحملوا من هناك تبوت عهد رب الجنود، الجالس على القربين، وكان هناك ابن عالي، حفني يا فنحاس، مع تبوت عهد الله، بيأكد للصح القبلي، أنهم كانوا بيزنوا، جوه هي قال الله، بس أنا شايل تبوت العهد، أنت مش تحت العهد، يريد كل واحد فيني كده، يغمّد عينه لثواني، وأشوف أنا فعلاً جوه العهد، ومحمي بقوة العهد، ولا أنا كاسر العهد، وما فيش أي حاجة في حياتي، الموضوع مش هزار، المسيح قال إن في عهد جديد، الجسد والدم على المسبح، هذا هو عهدي، الذي أقطعه معهم، يقول لي، تناولت النهاردة تايب، ما تناولتش، مش تايب ناوي التوب، ولا ناوي تكمل زي ما أنت، الموضوع مش تصدقوني، مش تقص، ولا حافظ، ولا مش حافظ، يا إما جوه العهد، يا إما برا العهد، يكمل، يقول لنا كده جابوا تبوت عهد الله، مع كبار الخطاب، بتوع البلد اللي مش عايزين يتوبوا، يقول لنا كده، فسمع عدد ستة، الفلسطينيون صوت الهتاف، فقالوا ما هو هذا الصوت، الهتاف العظيم في محلة العبرانيين، وعلموا أن تبوت الرب جاء إلى المحلة، فخاف الفلسطينيين لأنهم قالوا، قد جاء الله إلى المحلة، الله جاء فعلا، بس العهد فين؟ مكسور، إيه اللي يحصل بعدها بشوية، يقول لنا كده، هم عارفين برضو، الفلسطينيين شعب الله، وقوة إلههم، يقول لنا كده، هؤلاء هم الآلهة، الذين ضربوا مصر بجميع الدربات في البرية، لكن اللي حصل، أن الحرب انقصر فيها تاني، فحارب الفلسطينيون عدد عشرة، وانقصر إسرائيل، وهربوا كل واحد إلى خيمته، وكانت الضربة عظيمة جدا، وسقط من إسرائيل ثلاثون ألف راجل، وأخذ تبوت الله، ومات ابن عالي حفني وفنحاس، تعالوا لكم نقف في الحتة دي، ونشوف أنا فين، الموضوع ليس هنا، أجي أتراء أم الله بخطيتي، وعايز أكمل، في ناس كتير يجم أمام الله بخطياهم، ولكن كانوا يتوبوا، يقولوا ليس لن نكمل في الخطيئة تانية، سليمان النبي يوم دشن الهيكل، صح 8، سفر الملوك الأول عضل 38، يقول لنا كده، اللي هيجي في هيكلك، يعرف كل واحد ضربة قلبه، أنا عارف أنا متجر جار فين، وجاي هنا عشان أتوب، مش جاي هنا عشان أكمل، جاي هنا عشان أنت تغير، قلنا في الترنيم، حبك يغير، هذا ليس كلام، اللي فعلا تفاعل مع محبة الله، محبة الله غيرته، اللي خدها أنها كلام ترنيم، وخلاص، فضل زي ما هو، وازداد سوءا، راح تبوت العهد، وأخذ تبوت الله، ومات حفني، ابن عالي حفني وفنحاس، حاجة مهمة قوي، بعد ما مات، حفني وفنحاس، وقع عالي الكاهي من على الكرسي ومات، بعدها بشوية صغرين، الشعب تظمر، قالوا عايزين ملك، شباها نحن ما عندناش ملك، وربنا عمل لهم شاول الملك، مش موضوعنا النهاردة، بس عمل إيش شاول، قعد أربعين سنة يملك، لم يفكر يوماً واحداً، أن يرد تبوت عهد الله، قل لي بالكم، هو كان ملك مختار بعمل معجزي، الذي يقرأ فينا طبيل الأول، صح 9، فربنا يشاول على كل واحد فينا النهاردة، عملت معك معجزة قبل كده؟ تقول له، يا رب عملت معي معجزة قبل كده، وبعدين نسيتني، وفينا ناس كتير قوي، تعود تحكي بمعجزات من 30 من 40 سنة أو حقيقية، يقول له، بس بعد محاصلة المعجزة، كملت إزاي معايا؟ شاول، الله اختاره بعمل معجزي، ليقول شعب الله، لم يفكر يوماً واحداً، أن يرد تبوت عهد الله، درجة بعض المفسرين، يقول له ده سبب رفض الله لشاول، مش إنه قدم زبيحة وبس، أو ساب شوية الحاجات اللي ربنا قال له تحرمها، داود زنى وقتل، بعض الشراح يقول له السبب الأساسي، أنا ده ما جابش تبوت عهد الله، كان متهيئ لأنه هو في محضر الله، ولكنه إيه؟ خارج العهد، ربنا بيقول لنا كلنا النهاردة، يا طلال عنده جايين تخش جوه العهد، ولا جايين تمثلوا العهد، العهد يقول أن الله يعطي حماية ونصرة وبركة، للذين يختاروا القداسة والتوبة الدائمة في حياته، نفتح بأخبار الأيام الأول 13، ونشوف إزاي نرجع تبوت العقل، ونشوف إزاي نرجع تبوت العقل، نرجع تاني للسؤال داود، داود يعلم أنه هو ملك حقيقي، لأنه رمز اليسوع على المسيح، يقول لي هل جاء وقت قبلت أن تملك يسوع ملكاً على قلبك، وعلى فكرك، وعلى بيتك، وعلى فلوسك، وعلى شغلك، ولا، لو ده حصل، هتخش جوه العهد، وتبقى طالب العهد، لو ما حصلش يفضل العهد كده كلام باسمعه في الكنيسة، كلام باسمعه في تلفزيون، في إنترنت، في أي حاجة، بعد كده في أساح 13، يحط الله بقى الغيدة دي في قلب داود، اللي منقول لي رب حطها في قلوبنا النهاردة كلنا، يقول كده، عدد ثلاثة، هو جيه، وعمل زبائح، وجاب الناس، عدد ثلاثة، قال لي ده كده، 13 و3، فنرجع تبوت إلهنا إلينا، لأننا لم نسأل به، في أيام شاول، بيأكد، الشاول ما عملش كده، الاثنين شكلهم ملوك، والكتاب قال أكتر من كده، أن شاول كان أطول من كل الشعب، وكان فتى جميل، ولكنه لم يقدر أن يفكر في تبوت عهد الله، طيب يلفر أن واحد يغلط، وهو جوه العهد، وواحد برى العهد، اللي برى العهد، زي شاول، كتاب يقولينا كده، في سامويل أول، خمسة عشر، اثنين وعشرين وعشرين، ربنا رفض، قال له من أجلك أنك رفضت الرب، قد رفضك الله من الملك، يقول لك، دعيس عيش مالك مرفوض، ولا مالك مقبول، والعلامة التي كانت بينهم، واحد قبل، أنه يرد، طب هو تعهد إلينا، والتاني ما فكرش، قال أنا جيت لقيته ضايع، ساعات للأسف نسمع ده كتير قوي في الكنيسة، يقول لك، أنا لقيتها كده، طب عندك استعداد تغير، تغير حاجة على مستوىك الشخصي، وحاجة على مستوى الكنيسة، وعلى مستوى الأسرة، واللي عايز تكمل في اللي انت فيه، يقول لك ما كلهم بيعملوا كده، انت عايز تعيش مالك، وجوه العهد، ومحمي وبيتك محمي، ولا عايز تكمل في العك اللي حوالي، وبقول كل الناس بتعمله، الله حط في قلبه من الأول خالص، أن نرجع تبوت عهد إلهنا إلينا، القصة اللي جاية، أو بقية القصة، احنا عارفين جزء كبير منها، ودايما نشتك على ربنا، هنعمل إيه؟ جابوا عجلات كده، وجابوا تران تجرها، وحطوا عليها تبوت العهد، تعالوا نقرأ الآيات دي، ونشوف فين المشكلة، وفين الجواب، يقول كده، عدد سبعة، ترتاشر سبعة، أخبار أيام الأول، وأركبه تبوت الله على عجلة جديدة من بيت أبي نداب، وكان عزة وأخي يسوقان العجلة، وداود، وكل إسرائيل يلعبون أمام الله بكل عز، وبأغاني، وعيدان، ورباب، ودفوف، وصنوج وأبواب، ولما انتهوا إلى بيد القيدون، مد عزة يده ليمسك التبوت، لأن الثيران انشمصت، فحمي غضب الرب على عزة، وضربه من أجل أنه مد يده إلى التبوت، فمات هناك أمام الله، وناس قد الرجل كان بيعمل خير، تبوت كان هيقع، تسندوا عشان ما يقعش، خلي بالكم، كلام في كلام قوي جدا، بس بيقول لنا أن التوبة والقداسة حاجة ما فهاش تفريد، بيقول إيه هنا؟ يقول إن هم كانوا يلعبون أمام الله بكل عز، وبأغاني، وعيدان، ورباب، ودفوف، وصنوج وأبواق، ربنا جاي يقول لنا كده، بتعبدوني بكل القلب، وبكل عزة زي دول، نقول له آه، طيب ليه وصطينا دايما عزة، اللي ممكن نلاقيه مرة واحدة كده وقع من طوله، لأنه باينا بيعمل حاجة صح، نلاقيه بعد شوية في الإصحة اللي بعديها، داود بيقدم توبة، مكادش صح، الله من يوم ادهم التبوت، قال لهم التبوت يتشير بطريقة معينة، اللويين، التبوت كان زي صندوق كده، وفيه حلقتين من نحياتي وحلقتين من نحياتي، والحلقات ديات يمر فيها عصايا من هنا وعصايا من هنا، ومحد يشلم التبوت، يمسكوا من العصيان، يشيلوا بأيديهم، مش على عجلة، يقول لنا كده، إنه الناس دول، كانوا فعلاً بكل عز أمام الله، ولكن كان فيه حتة على مزاجنا، نحن هنجيب حاجة محترمة، هنجيب عربية كويسة، وبعجل، ونجيب لها حصنة ولا تيران، وتمشي وراها، الله بيسألنا دلوقتي، فين الحتة اللي أنا عايز أمشي ربنا على مزاجي فيها؟ يمكن عليكم الأخبطة، وعايز أسميها باسم لطيف، يمكن مشاعر مش مقدسة، وعايز أسميها باسم يمشي مع ربنا، تخيلوا سليمان نفسه يعمل كده؟ سليمان ربنا قال له من أول وقايل لكل شعب الله، ما حدش تجاوز حد برا جماعة الله، راح تجاوز بنت فرعون، ضميره وجعه شوية هتعمل ايه؟ قال بصوا أنا طلحها برا مدينة أورشاليم، وعايش معها برا، هي جوه برا جوه غلط، الغلط غلط، لكن زعاد إبليسي دعنا أنه في نص غلط، ما فيش نص غلط، يا أبيض، يا أسود، يا أمي عاشين قداسة حقيقة مع الله، وتحت عهد حقيقي محميين به، يا أمي للأسف فاقت كل شيء، كتاب يقول لنا كده، إن رغم أنهم كانوا يتنموا الله، ويلعبون بكل عز، وأغاني، وعيدان، ورواب، ودفوف، وصنوك، وأبواق، الحكاية ما تكملتش بفرح، نعمل ايه؟ إذا كنت النهاردة ربنا بيشور على حياتي أنا، وعلى حياتك أنت أو أنت، وبيقول لي فيه حاجة غلط في حياتك، فيه حاجة بتقول أن أنت مش مكمل صح، أو من برا هيسة، وفي الكنيسة، وبتسوي وبتعمل، لكن هناك حتة على مزاجك لسا، يقول لي، هذا هو وقت توبت، إن أنا أتوب عن الحتة التي على مزاجي، يمكن أن تكون حاجة ما أحد لا شايفها، لأنها قراهية في قلبي، أو عدم غفران، وتمسك بها، وكذلك يشعر أنني أمسك، لأنني أشغفر له، هذا من رقبته، يقول لي لي ليس هينفع، يجب أن تتوب، وقال لي، ما يحدث؟ هناك هيسة، وناس تسبح الله بعز، لكن هناك حزن، والخلي بالكم، الحزن خيم على الجماعة كلها، إذا راجعت، يقول لنا إيه؟ بصوا كده يقول لنا إيه على داود، فغتاز داود عدد 11، لأن الرب قد اقتحم عزة اقتحاماً، وسمي ذلك الموضع فارس عزة إلى هذا اليوم، وخاف داود الله في ذلك اليوم، قائلاً، كيف آتي بتبوت الله إلي، بصوتين قدام بعض، عملنا شيء غلط، وفي نفس الوقت، لسه قلوبنا أننا نبقى في العهد، داود لحد الوقتي، لم يكن أرى إيه غلط، سنرى بعد قليل، اكتشف الغلط فين، فالله يسألك داود، يا ترى أنا ماشي في الدنيا، وأقول أنا أصلنا في أمريكا، الغلط ليس غلط أيضاً، يقول لي خلي بالك، وانت في عهد مع الله، ليس مع بلد، ليس مع مكان، ليس مع زمان، لكن عهد إلهي، والعهد الجديد الذي نعيشه، هذا عليه دم يسوع المسيح، ليس دم يوسخ وعجول، كما يقول لنا بلوس الرسول، بل دخل الأقداس بدم نفسه مرة واحدة، موجداً لنا فداءً أبدياً، فتكروا البداية أن التابوت راح، عهد انكسر، والذي في شهوة قلب داود، والذي أتمنى يكون شهوة قلوبنا كلنا، نعيد تابوت إلهنا إلينا، بعهد جديد، العهد على المسبح كل يوم، ساعات أستبيح وخش تناول من غير توبة والاعتراف، ساعات أستبيح ونا مخاصم الدنيا كلها وخش تناول، يقول لي دا وقت، إنك تتوب، لأنك لا تقدر أن تقتحم تابوت عهد الله، ليه؟ لأنه يقول لي كده، عزة لما لمس حصل مشكلة، وربنا يتنبهنا كلنا وأنا أولكم، مش جايين نتكلم عن ربنا، جايين نفحص قلوبنا، زي ما قلنا من شوية، صلوة سليمان على قدام الهيكل، يوم دا شنو؟ إن كل واحد يجي بيتك يا رب، يعرف ضربة قلبه، يعرف هو واقع فين، فيخرج من بيتك، وهو متقدس من جديد، يخرج من بيتك، وعينه مفتوحة على بداية جديدة، يكمل كده، يقول لنا، ولم ينقل داوود، 13-13، داوود التابوت إليه؟ إلى مدينة داوود، بل ما لا إلى بيت عبيد أدوم الجتي، وبقي تابوت الله عند بيت عبيد أدوم في بيته ثلاثة أشهر، وبارك الرب عبيد أدوم وكل ما له، دعي بالكم، اللعنة اللي جات على عزة، والحزن، وغضب داوود، صار سبب بركة الواحد الثاني، يمكن تكون أنت أو أنت الواحد الثاني، رب أنا أقول لك، حتى لو الدنيا كلها عكت، عايزة بركك، بس بركة خاصة، الرجل دا كل اللي عمله إنه إبري دخل التابوت جوا بيته، بس ما لمسوش، إبري أن يخش جوا العهد، بس بحسب ما الله بيقول، نعمل إيه؟ مع توضحة الله، كتاب يقول أن الله باركه، وكل ما له، يمكن يكون بيتي لحد النهاردة، ناقصوا بركة، معوزوا بركة، لأن الله بالتابوت، لأن العهد ليس موجود في البيت، يقول لك، ما كل الناس اللي بيشتغلوا في الشغلانة دي، لازم يكذبوا، واللي بيشتغلوا في الشغلانة دي، لازم يقولوا كلام مش صح، وكلام مش حقيقي، ودول يعني لازم يقول لي ما ينفعش، يختار أنك تكون كامل، بالله، لو تأخذوا بالكم، في مادة 25، يتكلم عن ست حاجات، كنت مريضاً، وجيت وزورتني، وكنت في السجن، وكنت وكنت وكنت، فيهم واحدة بالعكس، قال ايه؟ دول كلهم بنروح، أنا بروح للعيام، بروح للمسجون، بروح لده، في واحدة بس بنراجع، اللي هي ايه؟ كنت غريباً، فقويتموني، دي متفكرنا بالضبط، بعبيد أدوم الجتي، اللي شاف أن الله، أو طبوت عدلة، ما نروش مكانه، وكل خايف، هو قبل، يقول لي النهاردة قابل، تعيد كتابة العهد، وتدخلني إلى بيتك، بس أكون ملك، مش هينفع، أبقى جاي أتفرج عليك، وأسيبك تعق، وتعمل اللي أنت عايزه، مش هيسمح، عشان كده، الآية اللي دايماً نحطها قدام عينينا كلنا، القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعين الله، عايز أقول لكم على قصة، مش هنشايع دلوقتي، بالذات اللي بيقول إنجليزي، سنة سبعة وتسعين، في كتاب مشهور قوي، اسمه Not even a hint، نزل بعد كتاب باسم ثاني، Six is not the problem, but sin is. المؤلف بتاع كتاب ده كان هنا عايش في ميليلند، اسمه جوشوا هاريس، كان هو السينيور باستر بتاع الكنيسة، عمل الكتاب ده، وناس كتير كده باركوبي، بتكلم عن القداسة والطهارة، وإزاي الشباب الصغير، وكاتف في الكتاب ده قصته الشخصية، إزاي هو عاش عدم قداسة، بسبب أن هو كان بيزور حد من أصحابه، وراه فيلم مش كويس، وعاش في المشكلة دي فترة طويلة، وبعد كده راحت در اكتسكوليت لهود، بدل واقع في الخطيئ ديت، وبعدين بعد ما خرج بقى أسليس، بدل واقع في الخطيئة، لحد ما ربنا حرره، فكان بيشجع الناس زي تحلي القداسة، من ثلاث سنين، نزل اعتذار، قال له أنا آسف، لا يوجد شيء اسمه قداسة، انسوا هذا الكتاب، وأنا آسف، أنا تعبت الناس كتير قوي بالكلام ده، لماذا؟ أحد لا يعرف ساعدها، من أسبوعين بالضبط، نزل بيان ثاني، وأعلن فيه أنه ساب مراته، وساب الإيمان المسيحي، كتاب يقول لنا مهمة قوي، أن القداسة التي بدونها لا يصدي أحد أن يعاني، بفقد رؤية إلى الله، أبقى لا أرى شيء، ولكن أقول ماذا؟ وعلى فكرة الآخرة الثلاثين، سأتدرس لهوة الآخرة، يريد كل واحد فينا فعلا يصلي من أجله، لأنه كتاب بتاعه، عمل ثلاث كتب، باركوا شباب كتير قوي، وعيشهم قداسة، هو بعد كده أعتذر عن القداسة، نحن لا نصلي من أجله، نصلي من أجله، انتفع بكلمة عن القداسة بواسط هذا الخادم في يوم الأيام، لذلك يقول لنا أن هناك بركة في بيت عبيد أدوم الجدي له وكل ما له، أقول رباً عايزك تيجي تاني عشان يبقى لي بركة مختلفة، مش هخاف زي عزة، ومش هخالف زي عزة، ولكن هاجي وأقاف قدامك بحسب ما هو مكتوب، تعالوا إلى وقت صح 15، يقول لنا هنجيبه تاني، ما نحن مش هنسيبه، لازم نرجع إلينا تبوت عهد إلينا، صح 15، وعدد إتناشر، نقول لنا أن نبقى تحت العهد بالقداسة، ونجيب العهد، ناخد الحماية والنصرة، إلينا كده في عدد إتناشر، صح 15 عدد إتناشر، وقال لهم أنتم رؤوس أباء الألويين، فتقدسوا أنتم وأخوتكم، واصعدوا تبوت الرب إلى إسرائيل إلى حيث أعددت له، لأنه إذا لم تكنوا في المرة الأولى، إذا لم تكنوا مقدسين، جزء من التقديس كان نحن نحط التبوت، ونشيله بالطريقة بتاعة ربنا، إذا لم تكنوا في المرة الأولى، اقتحمنا الرب إلهنا، لأننا لم نسأله حسب المرسوم، يقول لي تاني، في ناس كثيرة للأسف، نحن بنتحايل تجيبه الإنجيل، في ناس أفل الإنجيل كمان في البيت، ولو رحنا يمكن أن نلاقه له مكان، أو ما نعرفش هو فين، يقول لي ستعرف المرسوم منين، ستقدس كيف؟ لو لا يوجد كلمة، المسيح قال لنا كده، ونقرأها كل يوم في ساعة ثالثة، أنتم أنقياء، الكلام اللي أنا قلته لكم، لو أنا بسمعوش، وماشي من دماغي، وبالعكس، كلما لدي كلمة توجعني، وتقول لي يصحى من النوم، رح سدد ودي، أو أقول مش جاي الكنيسة، هناك ناس تتعمد حتى القداس، سمحوني بعد الوعظة، لماذا لا أريد أن أسمع، سيقول له جديد، سيقول له شيء واحد، قديمة جداً، وجديدة جداً، توب، وتقول لي توب، ويقول لك توب، ويقول كل واحد فينا توب، كما تقول لكم قبل كده، المسيح أول جملة قال لها في مرقص 1-15، توبوا وأمنوا بالإنجيل، لأنه قد اقترب من مقودة السموات، لا يوجد مرة سيأتي قدام الله أو الكنيسة، وتقول لنا شيء ثاني غير توبه، ولكن هذه التوبة، والقداسة، إلى مل قامة المسيح، هذه رحلة الأبدية، ليس رحلة العمر، لكي يقول لنا، إذ لم تكونوا في المرة الأولى، اقتحمنا الرب إلهنا، لأننا لم نسأله حصل مرسوم، سينك دي ممكن تبقى كمان دعوة للتوبة عن حاجة تانية، كم مرة لومنا ربنا، وقالنا له ليه، إحنا عملنا، وساعتنا قدام الله، كاننا بنعيره، أنا دفعت العشور، أنا باجي الأداس كل أسبوع، أنا بعمل كذا، وبعمل كذا، تلك المرة كنت بكلم مع أحد، فكانت بنتها مشي يعني بعيد قوي عن ربنا، فهي بطلت تيجي تتناول، بطلت تيجي أصل، وربنا ما ظلمني، طب، أنت علمتها حاجة في البيت، قالت، أنا كنت بجيبها كنيسة كل يوم حد، عارف لك أنه بيخرجوا مع مين، بيقولوا إيه، بيعملوا إيه، عشان كده ربنا بيقول لنا، داود قدم توبة هنا عن جهله، عن نعم الحاجة، مش بحسب قلب الله، رغب أن أنا نيتي كويسة، أنا بجيب البنتي كل يوم حد الكنيسة، أو بيوديها، مش عارف إيه، ووديها فين، الكتاب يقول لنا كده، في سفر الأمثال أصح 30، حافظين قوي، امرأة فاضلة من يجدها، إيه بقى شكل المرأة الفاضلة دي، تراقب طرق أهل بيتها، مش سايبة الدينة سايبة، مش بجيبهم في الكنيسة وأنسى، المسؤولية الأولانية عليك أم، عليك أب، وبعدين، بيجوا الكنيسة أسبوع، ساعة في الأسبوع أو ساعتين بكتير، لكن بيعودوا معك في البيت، وبيعود أربعين ساعة في المدرسة، بيأخذوا كل ما هو، ساعات كتير أو يبقى عكس كلمة الله، عكس القدسة اللي ربنا دعينا إليها، عكس حالة التقوى اللي احنا كلنا مدعوين إليها، داود بيقول لنا كلنا، إذ لم تكونوا في المرة الأولى، اقتحمنا الرب إلهنا لأننا لم نسأله حسب المرسوم، دعوة أن نجلنا نتفتح ثاني، يعني دعوة أن نتفتح، ونشوف مجد الله من جديد، يقول لنا بعد كده، آخر الإصحاح 15 من أول عدد 26، ولما أعان الله، اللويين حامل لتبوت عهد الرب، زبحوا سبعة عجول وسبعة كباش، وكان داود لابسا جوبة من كتان، قلنا كده، وكان جميع إسرائيل يصعدون تبوت عهد الرب، بهتاف، وبصوت الأصوار، والأبواق، والصنوج، يصوتون بالرباب، والعيدان، هنا اختلفت، نفس الفرح الأولانية، ولكن هناك شيء مختلف، قال كده، احنا المرة دي قدسنا، احنا المرة دي، عملنا بحسب المرسوم، جريت فعلاً، لما نروحني، أرى الثالث، أقبار الأيام الأول من 13 ل 15، وأشوف كلمة المرسوم دي، اللي رب النبي يشاول عليها، إذن يبقى فرح منزوع، فرح شعب الله كله راح، لأنهم لم يفعلوا كلمرسوم، مع أنهم عملوا نفس الكلام، غنوا وهتفوا بهتاف، غير عادي، ودوا التبوت فين، وهذا شيء مهم قوي، ممكن نتكلم فيها بالتفصيل بعدين، لكن أريد أن أقول لكم شيء صغير قوي، التبوت مكانه الأساسي، خيمة الاجتماع، دلوقتي تبوت عمل خيمة ثانية، لم أضع فيها غير تبوت العهد، خيمة الاجتماع فيها كل شيء، مع عدد تبوت العهد، والخيمة الجديدة التي تسمىها خيمة داود، فيها شيء واحد فقط، تبوت أهد الله، هتفعل ما في هذه الخيمة؟ حاجة واحدة، تسبيح دائم، وزبائح تقدم من أجل التسبيح، ربنا يقول لنا إيه؟ تخيلوا كده، خيمة موسى، اللي هي بعد كده بقت الهيكل، دايمة على طول، خيمة داود دي قعدت كده إيه؟ عمر داود، وعلى أول سليمان خدوا التبوت منها، ودخلوا جوه الهيكل، يعني عمرها ما زيتش عن، ضب داود قعدة 40 سنة، لو قلنا أنه وجبها أول سنة، وسليمان بعد 11 سنة من ملكه، بنى الهيكل، ورح مدخل التبوت، يعني تقريباً 51 سنة، لأن في عموس، آخر إصحاح، النبوة تقول إيه؟ أبني خيمة داود الساقطة، دي قعدت 51 سنة بس، وخيمة داود اللي قعدت، سوري، خيمة موسى اللي قعدت السنين، دي كلها مجال ذكرها، يجي بطرس الرسول هو بيوعظ، وقصح 16 بعد 15 في صفر الأعمال، يقول لنا إيه؟ أنه يجي الوقت، أن الله بنى خيمة داود الساقطة، اللي هي إيه؟ كنيسة العهد الجديد، إحنا القدس بتاعنا كله عبارة عن إيه؟ ترنيمة طويلة بألحان كتير قوي، ومن اللي فصينا؟ مش تبوت عهد، ده العهد الجديد بقى، يسوع بنفسه، بجسده ودمه، حاضر في وسط شعبه، مش عشان يعمل العهد مؤقت، ولكن من أجل عهد أبدي، يرينا كلنا كده إحنا مدعوين، نستمتع بهذا العهد الأبدي، نستمتع بخيمة داود الساقطة، التي أقامها الله، نبق عنها عموس تقريباً 850 سنة قبل المسيح، وجاء المسيح ليكمل ذلك، وبطرس يكرز لنا أن خيمة داود قد أقيمت، هلوم جميعاً نرجع تبوت عهد إلهنا، نفرح بحضوره، ونقيم كل شيء كالمرسوم، لأن لا يضيع مننا هذا الرجاء الأبدي، في شخص ربنا يسوع المسيح، ليتبارك بيوتنا بحضور العهد، كما بورك بيت عبيد الدوم الجدي، لتبارك ألسنتنا بتسبيح إلهي، ولكن ونحن نعمل بحسب المرسوم، له المجد الدائم في كنسته من الآن، ترجمة نانسي قنقر